النهاردة ومنذ قليل تأهل نادي حرص الحدود رسميا إلى الدوري المصري الممتاز بعدما تصدر الدورة الربعية وفاز على نادي سبورتينج بنتيجة 2-1 في الجولة الستة والأخيرة من الدورة المؤهلة للدوري الممتاز وبهذا يكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدوري المصري الممتاز بصعود حرص الحدود من الدورة الربعية وغزل المحلة وبتروجيت من دوري المحترفين ألف ألف مبروك لفريق حرص الحدود اللي جوه قلبي طبعا واحد من الأندال أنا تشرفت أن أكون متواجد فيها فبحبهم جدا ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق في السنة القادمة ويعودوا في الدوري الممتاز الحقيقة حاجتين بس عايز أتكلم فيهم مهمين جدا إذا كان هناك ما يحسب لاتحاد كرة القدم وجهة نظري أن يحسب لاتحاد كرة القدم دوري المحترفين اتحاد كرة القدم عمل دوري محترفين على أعلى أعلى مستوى بالنسبة لي شكرا لنادي سبورتينج عملوا مع كابتن أحمد فاروق المدير الفني لهذا الفريق المحترم الكبير كل الإسكندرانيين عارفين نادي سبورتينج وعارفين يعني إيه نادي سبورتينج واحد من الأندال الكبيرة والعريقة الاجتماعية الكبيرة والعريقة يعني أنه يصل لغاية آخر خمس دقايق بيهدد حرص الحدود أنه يصعد إلى الدوري الممتاز حاجة جميلة جدا نهنئ مجلس إدارة نادي سبورتينج على الوصول إلى هذه المنطقة أو هذه النقطة ويبدأوا بقى يعني يشتغلوا عليها بداية الموسم القادم نادي سبورتينج عدم تأهلهم طبعا حاجة زعالتهم جدا ولكن ألف مبروك وصولهم لهذه النقطة المهمة في ظل النادي سبورتينج من الأندال الاجتماعية يعني السنة دي عاملين طفرة رياضية كبيرة جدا جدا سواء في كرة القدم أو حتى في كرة السلة النسائية وصلوا للمباراة النهائية مع النادي الأهلي ولكن حرص الحدود الحقيقة مع مدربهم محمد ميكي ميكي من المدربين الكويسين جدا اللي اشتغل طول عمره في حرص الحدود ولعب طول عمره في حرص الحدود قدر أنه هو يوصل معاهم ويعود مرة أخرى للدوري الممتاز إن شاء الله ربنا يكرمهم في الموسم القادم واستطيع حرص الحدود الصمود وسط أنديد الدوري الممتاز